اختلفت الاراء في الاجزاء التي تظهرها المخطوبة امام خطيبها ومن هذه الاراء انها تظهر وجهها وكفيها وعنقها فقط فما الحكم فضيلة الشريخ فيما لو اظهرت المخطوبة شعرها لمن اراد شكبتها وما هو الافضل في نظركم لا حرج على المخطوبة تظهر من زينتها ما يدعو الى الرغبة في زواجها فتظهر الشعر والوجه والكفين والقدمين ولكن لا تتجمل لهذا الخاطب لانها لم تكن زوجة له بعد ولانها اذا تجملت او زينت وجهها بشيء من الزينة ثم حصل النكاح وبدت للمرء غير ماهي عليه عند رؤيته اياها في الخطبة فان رابته فيها قد تهبط هبوطا يخشى منه الانبصام لا فيما وان نظر الخاطب غير نظر الزوج الذي تملك ووثق من حسولها فلهذا اقول انه يجوز للرجل اذا خطب امرأة ان ننظر منها ما يدعوه الى الرغبة بمكاحة من الوجه والكفين والرائف والشعار والقدمين ولكن بشرط ان لا يكون ذلك في خلوة بينه وبينها لا بد ان يحضرها ليحضرهما محرمون لها لان الخلوة بالمرأة الاجنبية محرم لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحضرنا رجل بمرأة إلا معلمها نعم